موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة الجديدة والتي سوف نتحدث فيها عن أمر هام طالما وصلنا عبر شبكات التواصل وعبر الإمايل وعبر كل الوسائط المختلفة حيث يسأل الجزائريون كثيرا لماذا تستهدف المؤسسة العسكرية الجزائرية أو بتعبير أدق لماذا يتم استهداف الجيش الوطني الشعبي على مدار سنوات طويلة من حيث المنطلق يجب أن نؤكد على أمر هام لا يعني كلامنا أننا في موقف الدفاع عن الجيش فالجيش لديه مؤسساته ولديه وسائله ولديه كل ما يجعله يدافع عن نفسه وأيضا لديه موظفيه الذين يدافعون عنه هذا من حيث المبدأ أمر آخر لا يعني أننا نصل بالجيش الوطني الشعبي إلى رطبة القداسة معناه أنه لا توجد أخطاء فيه أو لا يوجد قادة ارتكبوا أخطاء فهناك من هم جنرالات كانوا على مدار سنوات وهم يقودون أهم المؤسسات داخل الجيش الوطني الشعبي والآن يقبعون في السجون هناك من هم مطاردون في الخارج في الأول نذكر مثلا ترطاق الجنرال توفيق وغير من الجنرالات الذين يقبعون الآن في سجن البوليدة أمر آخر هناك من هم مطاردون في الخارج ونذكر بالجنرال بالأقصير نذكر خالد نزار الذي كان وزير الدفاع وما إلى ذلك هذا لا يعني أنه كل واحد لبس البذل العسكرية فهو مقدس منزه من الأخطاء ولكن الأمر الآخر يجب أن نفرق ما بين سلوكيات الأفراد وسلوكيات المؤسسة كمؤسسة فأحيانا المؤسسة تقع في أخطاء بسبب مواقف من أفرادها وقادتها ولذلك مهما كان الأمر لا يجب تحميل المؤسسة العسكرية كمؤسسة هذه الأخطاء بل يجب أن يحاسب عليها الأشخاص أمر آخر أن المدنيين ليس لديهم الحق في التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية نحي الجنرال فلان يحط الفلان وعلاش الأخرى حطي هذا ليس له دخل ونحن كمدنيين ليس لنا دخل في هذا الأمر بالمرة حتى وإن كنا يوما ما وأنا شخصيا كنت يوما ما ضابط في المؤسسة العسكرية وهو أمر أعتز به بلا شك ولكن ليس لي الحق في التدخل في شؤون تسيير المؤسسة العسكرية فمؤسسات العسكرية في كل العالم لا يمكن أن يديرها المدني أو يتدخل فيها الشعب هذا كلام مغالطة يجري استعماله من طرف كثير من الناس تحت مسمى الدولة المدنية والحكم المدني وما إلى ذلك وهي أمور تنطوي على الكثير من الأشياء الخطيرة والمخططات الجهنمية التي تستهدف الدول هذه نقاط مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها هناك نقطة أخرى أن قوة أي دولة في قوة مؤسستها العسكرية ومحاولة إضعاف المؤسسة العسكرية بأي وسيلة كانت هو مخطط لإضعاف الدولة بلا أدنى شك فعبر التاريخ كل الدول تتباهى بقوتها العسكرية بقوتها الاقتصادية بقوتها الأمنية باستخباراتها عبر التاريخ حتى في ظل لما كانت المجتمعات عبارة عن قبائل إن تجدها تتباهى بقوة عناصرها بقوة مقاتليها وما إلى ذلك لذلك أن أي دولة تضعف مؤسستها العسكرية سينتهي وجودها لأنه لا يوجد ما يحمي قوة الدولة مثل المؤسسات العسكرية والأمنية والبوليسية والبوليسية وما إلى ذلك أمر آخر أن علاقة العسكر بالمدني هي علاقة تكاملية لا يمكن فصل المدني عن المسكر أبداً ومن يقول غير ذلك فهو واهم وكبرى تسيطر على العالم تسيطر بقوتها العسكرية حتى وإذا جاء رئيس مثلاً في البيت الأبيض وهو مدني ويصدر قرارات ويستطيع لديه صلاحيات إعلان الحرب وما إلى ذلك لا يقدم على أي شيء إلا بموافقة ومناقشة وباتفاق مع إدارة المؤسسة العسكرية وقادتها ومسؤوليها ومن يقول غير ذلك فهو واهم ولا يمكن أبداً أن يحدث أي أمر خارج هذا الإطار أمر آخر أن الديمقراطيات الغربية المتطورة لا يمكن أبداً أن يصل شخص مدني إلى أعلى هرم السلطة إن لم توافق عليه الأجهزة وإذا لم تكن هناك دعم غير معلن من أطراف داخل المؤسسات الأمنية لدعم هذا الشخص كي يسل إلى هذا المنصب ومن يقول غير ذلك فهو إما جاهل لا يعلم أو يعلم ولكنه يتزندق على الناس نعود الآن إلى أهم شيء في هذه المداخلة ويتمثل في الهجوم على المؤسسة العسكرية الجزائية ونحن نعلم تماماً أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني في كل الدول في أغلب الدول هي التي صنعت الجيوش في الجزائر العكس تماماً الجيش هو الذي صنع الدولة جيش التحرير هو الذي صنع الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية لم تكن موجودة لم تكن موجودة هناك دولة أصلاً 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 الجيش الشعبي الوطني الذي واصل المسيرة ولكن قبله جيش التحرير الوطني هو الذي حرر الجزائر وهو الذي صنع الدولة ومنذ ذلك الحين بقيت للمؤسسة العسكرية قيمتها في المخيال الشعبي الجزائري فنجد الناس يتباهون بأبنائهم عندما يتخرجون ضباط نجد الشرق الجزائري الذي هو يعتبر معقل الثورة الجزائرية كل أبنائهم في المؤسسة العسكرية وتجد قيمة العسكري في ثقافتنا الاجتماعية يكون ضابط تجد عنده قيمة في المجتمع أكثر بكثير من بروفيسار متخرج من كبرى الكليات العالمية وهذه داخلة مؤشر على ما ذكرنا على أن المؤسسة العسكرية هي دائماً الركيزة الأساسية في بناء الدولة الجزائرية منذ الاستقلال في 1962 ودأوا الجيش الوطني الشعبي مستهدف تم استهدافه على مراحل كثيرة وتغلغل فيه ضباط فرنسا ونحن عرفنا وين وصلوا داروا 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 كم من محطة تعرض إلى حملات كبيرة وكان دائماً عبر هذه المسيرة أن أغلب الاستهداف للجيش الوطني الشعبي كان يأتي من طرف الحلف الاستعماري الحلف الاستعماري والأدوات وأدوات هذا الحلف داخل الجزائر وخارجها حيث أن فرنسا بلا أدنى شك لم تهضم هزيمتها على يد جيش التحرير وخسرت الكثير بلا أدنى شك البعض يقول أن فرنسا منحت الاستقلال للجزائر للجزائر حتى تهيمن عليها من بعيد لا أبداً الثوار أجبروا فرنسا بقوة السلاح وبقوة المثابرة وبقوة القتال إلى إخراجها ولكن لا يعني ذلك أن فرنسا لم تخطط للبقاء في الجزائر ولم تبقى تخطط من بعيد لاستهداف المؤسسة العسكرية ومحاولة تفتيتها وتفكيكها من داخلها وأيضاً من محاولة الهيمنة على الدولة الجزائرية بأسليب أخرى عندما يتعارك شخص مع شخص المهزوم لها يبقى دائماً يفكر لا يفكر في كيف يفأر من الذي هزمه هذا طبيعي على مستوى الأفراد فكيف يكون الشأن على مستوى دول وخاصة الاستعمار الفرنسي الذي احتل الجزائر 132 سنة وكان يرى بأن الجزائر فرنسية ولا يمكن أن يحدث غير ذلك ولكن حدث العكس ولذلك ظل يعمل على استعمار العقول بعدما خرج عسكره من الحقول إذن جاءت مرحلة التسعينات لا نغوز كثير في التاريخ جاءت مرحلة التسعينات ونحن ندرك بأن مرحلة التسعينات هي مؤامرة حقيقية من ضباط فرنسا ممثلة في خالد الزروة من معه حيث أكبر خطأ تم حدث هو إعطاء الاعتماد لجبهة الإنقاذ الإسلامية فكل المعطيات أنذاك تقول أن هذه الجبهة متطرفة وطبعا يجب أن نفهم شيء أن هذه الجبهة ليست سلفية كما يزعمون أبدا هي جبهة خرجت من رحم جماعة تنظيم الإخوان المسلمين وكل قادتها تربوا في هذه المدرسة حتى وإن غيروا في بعض مناهجهم الفكرية هي الأشياء ولكن التنظيمية هي والمدرسة التي تربوا فيها هي مدرسة الإخوان المسلمين لا ذات المعروفة بمدرسة الإسلام السياسي بين الظفرين كما يعرف عليه كان أكبر انتقام قدمه خالد نزار وجماعته من الجيش الوطني الشعبي هو إعطاء منح الاعتماد لجبهة الإنقاذ وعلى مدار من سنة 1989 لما منحت جبهة الإنقاذ الاعتماد إلى غاية 91 على مدار عامين والجبهة تحقن الشارع وتزرع التكفير والتحريض إلى أبعد حدوء وفتح لها المجال وكان المهيمن في ذلك الفطرة هو خالد نزار على الحكم فتركهم وبعد ذلك عالج الخطأ بخطأ أقدر بمعنى الكلمة وهو الإنقلاب ترك الشعب ينتخد ونحن بغض النظر على ما قيل في تلك الانتخابات ولكن العالم في ذلك الوقت شاهد لها أنها انتخابات نزيهة ونزيهة أدت في ظل الحشد العاطفي في ظل الاحتقان في ظل الكراهية المتزايدة تجاه السلطة وجه الجزائريون في أغلبهم فيهم بعد عاطفي كبير خاصة إذا وجد من يلعب له على الأوطار أوطار التاريخ أوطار الدين أوطار الوطنية الجزائر عاطفي إلى حد كبير فأخذتهم العاطفة وبعدما تم تم حشد الشارع وبلوغ درجة كبيرة من الاحتقان تم الانقلاب فدفعوا الناس إلى الشوارع وبعد ذلك دفعوهم إلى الجبال وحملوا السلاح وتم تشكيل جماعات هناك من شكلت جماعة الإسلامية المسلحة وهناك الحركة الإسلامية المسلحة وهناك من شكلت جيش الإسلامي للإنقاذ في نظره كي يكون كبديل المؤسسة العسكرية وحوربت المؤسسة العسكرية ولم يجد وزج خالد نظار ومن معه المؤسسة العسكرية في حرب كان خسرت فيه المؤسسة العسكرية الكثير في ظل ما كانت تقوم بهذه الجماعات التكفيرية الجية التي خرجت من رحم الجماعة جبهة الإسلامية للإنقاذ حقيقة ما يجب أن ننكرها ننكرها لما بدأت المجازر هؤلاء الذين الآن في الخارج يدافعون أو يتصدرون الحركة الشعبي تحت مسميات جديدة ومختلفة إلى حد ما هم أنفسهم الذين كانوا يدافعون عن الجية بطرق مختلفة هو لا يستطيع يقول أنني أنت من الجية بل أن هناك من تبنى أصلا من تبنى حتى عمليات تفجيرات قتلت مواطنين جزائريين وأذكر مثلا تفجير شارع ميروش السيارة المفخخة في شارع ميروش التي كنت سأكون ضحيتها في ذلك اليوم على دقائق أنا كنت في ساحة الأمير ونازل رايح على ميروش حدث الانفجار وأنا في ساحة الأمير لو بقي يعني تأخر شوي الانفجار لكنت أحد ضحايا ذلك الفجار تبنى أحد من المفروض نائب تم انتخابه في برلمان الفيس يس من الخارج وبعد ذلك تم اعتقاله وكذا واليوم يتبجح ويتغنى بالدولة المدنية والحل السياسي السلمي وما إلى ذلك تحت أقنع جديد المهم المهم هذا فتم في ذلك الوقت تم نسج فكرة من يقتل من فجاءت هنا جابوا أشخاص نعرفوهم بينهم حتى اللي كانوا معي في السجن في السجن العسكري كانوا لما جاءوا إلى فرنسا تم استعمالهم على أساس أنه شاهدي عيان على مجازل كان يرتكبها الجيش وكذا 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 وعندما أقول هذا الكلام لا يعني أنه لم تحدث تجاوزات من طرف العسكريين أبدا حدثت تجاوزات وكنت شاهد على تجاوزات لكنها حدثت قام بها أفراد وبينهم الكثير من تم سجنهم ومعاقبتهم وأنا لما سجنت في المؤسسة العسكرية تم سجني بتهمة الكتابات غير المرخصة والتحريض سياسي وكذا وكذا وعلى كل حال ليس له علاقة بالإرهاب حتى نقوله على بينا قضية أني كنت نكتب في الصحافة الصحافة بدون ترخيص المهم فلما سجنت وجدت الكثير من الضباط تورطوا في مثل هذه القضايا موجودين في السجون فهناك من يعني استفطنوا له سجن وهناك حتى من سرق السيارات تتورط في سرقة السيارات وسرقة المواطنين إن يستغل كتيبة تمشي معاه ويسرق الناس وسجنوه وبعد يطلع للخارج وقدم نفسه أنه زعيم سياسي على كل حال فالمهم لا ندخل في الديطاي كثير لحتى نغرق فالمهم جابوا فكرة من يقتل من وراحوا يشككون بأنه هذه ويبرئون الجية وفي مجزرة بن طلحة ومجزرة الرئيس واستمى استغلال ناس جاءوا لهنا ظروف يعلم بهاغي الربي كما حاولوا استغلالي أنا شخصيا لما جيت على فرنسا أول مرة فأردوا أن يستغلوني ضد المؤسسة العسكرية وما رفضته لما وجدت أنهم يريدون فقط استعمال قصتي وأنهم يحبكوا سيناريو وفقه بناء على الأماكن اللي عملت فيها وينسبوا أشياء للمؤسسة العسكرية على لساني وهو الذي رفضته وهذا العرض لم يأتيني من فرنسيين أو كما يظن البعض بل آتاني من طرف أشخاص هم الآن يتصدرون الحركة الشعبي تحت مسمى تغيير في الجزائر وإصلاح الشعب إصلاح الدولة الجزائر المهم جات حركة جات من يقتل من ثم جات بعد ذلك خلينا حتى نطول فيها قد نتكلم فيها بالتفصيل مرة أخرى ثم جات بعد ذلك فكرة الدولة المدنية فرفع شعار الدولة المدنية وأوهم الناس أن العسكر هم الذين يسيرون هم الذين يتحكمون في الدولة وهذا يعني أن الدولة عسكرية رغم أنه عندما تكون الدولة عسكرية عندما يكون حاكمها بالزي العسكري ويكون رؤساء البلديات رؤساء الدوائر والوزراء كلهم عسكريين يكون مجلس أعلى عسكري هو الذي يحكم الدولة وهذا يعني أنه حكم عسكري وهو الذي حدث في مصر بعد إقالة حسني مبارك حسني مبارك جاء المجلس أعلى عسكري والمجلس العسكري تكونوا من قيادات عسكرية وحكم مصر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل في تلك الفترة أنه حكم عسكري المهم هذا هو الحكم العسكري أما الحكم المدني في نظرهم أنه يكون يكون الرئيس مدني يكون وزراء مدنيين ولكن هم لا يقولون هذا رغم أنه في الجزائر بوتفلقة كان مدني سعيد بوتفلقة مدني ويحيى مدني كلهم مدنيين والذين أفسدوا في الجزائر على مدار عشرين سنة كلهم مدنيين هذه الحقيقة التي يجب الجيش الجزائري خرج جريح من حرب التسعينات ومحاصر بنظريات من يقتل من وملفات حقوق الإنسان وكذا وكذا ولفقت الكثير من الملفات له يعني خرج جريح بمعنى الكلمة فالتزم الصمت ولم يتدخل في كثير من الأمور حتى فار الشعب لما ترك المدنيين يحكمون وعاثوا في البلد فساد ماذا طالب الشعب كم من مرة يطالبون الجيش أنه يتدخل وعندما جاء الجيش وتدخل وساعد الحركة الشعب لا نريد دولة مدنية تعال أيها الجيش ساعدنا وأسقطنا بوتفليقة ودخلهم كل في الحبس وبعد ذلك لبس الدير ليمينوت للجيد صالح والقيادات العسكري يزيد دخلهم الحبس وسلمنا الحكم المفتاح نتاع المرادية في في لغرون بوست ونحن نحكم الدولة الجزائرية هذا كلام صبياني فارغ وتافه لا يبني دولة من يقول هذا الكلام الدولة المدنية ها هي والدولة الدولة العسكرية ها هي الجزائر دولة مدنية وإن كانت محطات كما نعلم كان نفوذ كبير المؤسسة العسكرية بين مدن وجزة مرات المؤسسة العسكرية في مرحلة تكامل 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 مع الدولة مثل ما حدث في عهد بومدين المؤسسة العسكرية متكاملة كامل مع مع النظام الحكم القائم أنا ذاك وبعد ذلك جاءت مراحل أخرى المؤسسة العسكرية هيمنت خاصة في عهد ضباط فرنسا خاصة في عهد الشاد حكم ضباط فرنسا بعد ذلك جاءت جاءت مرحلة أخرى كان جيش في حرب مع تنظيمات إرهابية هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تحمل فكر تكفيري وكانت تريد تهيي من الدولة تخلي الجيش في حرب معاه وبعد ذلك الجيش انسحب وطرك الحكم للمدنيين إنه كان واصل رسالته في محاربة الجماعات الإرهابية لما حتى أوصل أبو تفريقة وجمعته البلد إلى الخراب رغم كل هذه المحطات وظلت المؤسسة العسكرية مستهدفة هذا الكثير يسألون من هم الذين يستهدفون المؤسسة العسكرية الذين يستهدفوا المؤسسة العسكرية هو الحلف الاستعماري وبقايا الاستعمار الفرنسي الذين يكرهون الجيش الوطني الشعبي لأنه سليل جيش التحريم وهؤلاء من الحركة وأبنائهم والحركة الجدد الذين يحملون الفكر الاستعماري تحت مسميات مختلفة سواء مسميات قومية أو مسميات مختلفة وهي كلها توالي أو مناهضة لقيم الدولة الجزائرية من البرباريست والماك والتكفريين وبقايا الجماعات الإرهابية كلهم يصبون في نفس البوتقة هي خدمة الأجندة الاستعمارية التي هزمت عام 1962 وتعمل على الانتقام من الجيش الوطني الشعبي هناك أيضا الفوضى الهلاكة وأدواتها مشروع الفوضى الهلاكة هو إشعال حروب وكيف يتم إشعال الحروب في الدول عندما تدخل طرف ضد طرف من هو؟ الطرف الأول هو المؤسسات العسكرية والطرف الثاني تصنعه من الشعب وعندما يزجون بأطراف شعبية في حرب مع المؤسسة العسكرية ويتم تغذيتها بحقوق الإنسان وحماية المدنيين حتى يحدث الدعم يحدث الدعم أحيانا يدعمون العسكر عندما يضعف وبعد ذلك يدعمون المدنيين إن هذوم الجماعات الأخرى المسلحة لتحارب الجيش يزيد يدعمهم حتى يحدث دائما توازن منه حتى يستمر تخريب هذه الدول وللأسف الشديد كانت جيش الجزائري سيقع ضحية هذه في التسعينة كان سيقع ضحية لهذه الأجندة الخبيثة ولكن خرج منها بفضل التحام الشعب مع الجيش عندما دخل عندما تضرر الشعب الجزائري من الجماعات الإرهابية حمل السلاح الشعب الجزائري وعمل مع المؤسسة العسكرية انتصرت المؤسسة العسكرية لو بقيت وكانت فكرة ذكية أنذاك من المسؤولين في المؤسسة العسكرية عندما فتحوا المجال للمدنيين كي يكافحوا الإرهاب حتى لأنهم كانوا فكروا في تلك الفطرة وقالها لي أنذاك مسؤولين في المؤسسة العسكرية أن الإبقاء على المؤسسة العسكرية كمؤسسة طرف ضد هؤلاء الذين حملوا السلاح الذين يبقوا في نظر المجتمع الدولي أنهم كانوا مدنيين وحملوا السلاح ضد الدولة وهناك أطراف كانت تدافع عنهم رغم أنه ثبت عليهم الإرهاب إلا أنه ذلك لم يشفع لهم فأرادوا أن يخرجوا من دائرة صراع عسكري للمؤسسة العسكرية الرسمية ضد أطراف غير رسمية وبذلك تفتح المجال ففتحوا المجال للشعب فلما حمل السلاح الشعب الجزائري هزمت الجماعات الإرهابية وبذلك وتم بعد ذلك استهداف في إطار من يقتل من بعض قادة الميليشيات الذين بينهم بلا أدنى شك من ارتكب كثير من الأخطاء هذه بلا أدنى شك لا نبرأ ولا نقدس ولا نطهر الناس أنهم فوق الشبهات فيهم اللي يخطأ فيهم ولكن المؤسسة تبقى كمؤسسة إذا حكمها إنسان فاسد تفسد وإذا حكمها إنسان نزيه تكون نزيه إذن أدوات الفوضى لهلك وهو ما حدث تم استهداف الجيش العراقي اللي احتلت أمريكا ودمرت الجيش العراقي الذي كان أمن أقوى الجيوش في العالم العربي الجيش السوري أيضا تم تدميره ولكن للأمانة التاريخية أن الأخطاء التي كاد أن يقع فيها الجيش الجزائري وقع فيها الجيش السوري رغم وجود فرق ما بين الجيش الجزائري والجيش السوري الجيش الجزائري جيش شعبي بمعنى الكلمة ما فيه طوائف ولا فيه أي حسابات عرقية ولا أي شيء أما الجيش السوري الذي هو ملك الشعب وملك الدولة حوله آل الأسد إلى جيش عائلي طائفي وبذلك أسقط فيه كل القيم الموالية للوطن فتحول من جيش يوالي الوطن إلى جيش يوالي الطائفة وفي الطائفة يوالي العائلة الأسدية فأدى ذلك إلى تدمير الجيش فالجيش السوري هو الذي دمر نفسه عندما مشى في أجندة طائفية أجندة علوية أجندة عائلية تخدمت إيران وانضوت وتحول بذلك من جيش الدولة جيش سوري إلى جيش عائلي طائفي إلى ميليشيات وعصابات متحالفة مع حزب الله وميليشيات إرهابية أخرى إذن أدوات الفوضى الهلاكة هي التي تريد الآن تستهدف الجيش الوطني من هم أدوات الفوضى الهلاكة في الجزائر؟ أدوات الفوضى الهلاكة في الجزائر هم أولا جماعة الإخوة حتى وإن ادعوا وعندهم أحزاب سياسية وأنهم يعملوا في إطار القانون وكذا كذا يبقوا دائما أدوات الفوضى الهلاك ولو سقط الجيش الوطني الشعبي في المرحلة السابقة لو وجدت عبد الرزاق مقري يعانق واحد من جماعة رشاد وغيره لا عانقه لأنهم نفس الأديولوجية ونفس المشروع اللي يخدموه كل واحد يخدمه من زاوية واحد زاوية حزب معتمد ينشط في إطار الاعتماد حتى يجد حريته في النشاط في الداخل الجزائري وتجريد الجزائرية وحزب وجماعة أخرى سمت نفسها حركة تعمل خارج القانون وتعمل في الخارج ومباح لها أن تقول ما تريد لأنها ليست تحت طائلة القانون وبعد ذلك من يحقق الهدف ومن ينجح فالهدف واحد هو إسقاط الدولة الجزائرية وتحقيق أهداف الفوضى الهلاكة إذن جماعات أيضا أدوات بقايا دائما نسميهم بقايا عن طرزوابري الذين كانوا بالبارحة يدافعون عن جرائم عن طرزوابري بطرق غير مباشرة مثلا تحت بسمى من يقتل من بعد اليوم صاروا يحملون شعارات الدولة المدنية والحل السلمي أنت البارحة كنت تدافع على عن طرزوابري وتحمل جرائم عن طرزوابري التي ارتكبها والمجازر التي ارتكبها كنت تحملها للجيش نذكر مثلا مجزرة بن طلحة مجزرة بن طلحة التي ارتكبها عن طرزوابري انتقاما من عوائل جماعة أخرى مسلحة أخرى قتلت عملت كمين إلى كتيبة تابعة ليه أو فصيلة فقتلتهم فذهبوا وانتقموا من عوائلهم حتى الناس يقول كيف هؤلاء أغلبية أو الأبنائهم في الجبال كيف تأتي أكبر دليل على أن الجيش هو اللي قتلهم أنهم أبنائهم في الجبال لا حقيقة أبنائهم بعضهم حتى لا نعمم فيهم كثير راحوا المنطقة هذه فيها ناس سوقتلوا بطريقة عشوائية راحوا فيها كثير من الضحايا الأبرياء بلا أن شك حتى الناس حتى عوالي عنده ابنه في الجبل اللي هو أمدني وجالس في بيته يقتل هو بريء طبعا نحن لا ندين هذا ولكن هذا الإرهاب عن طرزوابري انتقم من هؤلاء نكاية في تنظيم آخر ينافسه على السيطرة والهيمنة وعلى التنظيمات الإرهابية هناك أيضا الحلف الصفوي الحلف الصفوي هذه الرؤوس الكبيرة عندنا الحلف الاستعماري عندنا الحلف الفوضى الهلاكة عندنا الحلف الصهيوني الحلف الصهيوني الذي حاقد على كل جيش ولا يريد أي دولة عندها جيش قوي في العالم العربي وفي المنطقة حتى يبقى دائما الجيش الصهيوني هو القوي هناك أيضا أيضا كما قلت الحلف الصفوي فيه فيه إيران فيه تركيا فيه قطر وفيهم الأدوات الأخرى ما يحدث هذه هي أدوات صغيرة في رؤوس كبيرة تحالفت إيران وقطر وتركيا في إطار مع حلف الفوضى الهلاكة تحت مسمى الربيع العربي مستغلين مطالب الشعوب أوب التي فيها كثير من المطالب المشروعة بلا أدنى شك وفيها أيضا وأيضا ساعدهم استبداد بعض الحكومات وبعض الأنظمة وفسادها ساعد هذه الأدوات أن تتحرك أفض الحل لمواجهة هذه المشاريع هي بناء دولة عادلة ذات قضاء مستقل وذات حكم راشد هذا هو الحل الوحيد على الأقل لتقلل حتى أو لتطهر ساحتك الداخلية من المنافذ التي يدخلون منها أما أنها ستتوقف هذه الهجمات وهذا الاستهداف فلن يتوقف أبدا هناك أيضا المخزن المغربي المخزن المغربي عامل وما زال يعمل للانتقام من الجيش الجزائري دعم الجيش الجزائري القضية الصحراوية والجزائر بصفة عامة دعم القضية الصحراوية حرب الرمال ما حدث في مقالة واحد ومقالة في مقالة عدة مرات الصراع المغربي المخزني الجزائري على قضايا الحدود وما إلى ذلك فالمخزن المغربي كان يعمل أعمل كثيرا إيران ضد الجيش الجزائري حيث المخزن المغربي دعم دعم جماعات إرهابية بطرق مختلفة يحاول إغراق الجزائر بالمخدرات والتي تستهدف تستهدف الشباب عندما يخدر الشباب تستطيع استعماله في أي شيء حاول أيضا استعمال جزائريين في الخارج بطرق مختلفة كي يتحولوا إلى خناجر في جسد الجزائر ومن بينهم ويركز دائما على الضباط وأنا شخصيا تعرضت إلى هذا الأمر وألفت كتاب أبي الذي تشاهدون على الشاشة أصراء المخابرات المغربية وحروبها السرية على الجزائر وهو الذي تشاهدون في الصورة وعمل ضجة كبيرة وتعرضت إلى حملات لا تحسى ولا تعد من طرف الإعلام المخزني والمخابرات التابعة للمخزن المغربي المغربي لأنه كشفت مخططاتهم كلها وكيف ومشيت المغرب واتغلغلت في الصحراء وإلى ذلك والقصة معروفة ليس المجال المؤكد أيضا أن المخزن المغربي يعمل من أجل الإساءة إلى الجيش الجزائري ومن أجل تشويهه ومن أجل المساعدة على إشعال حرب يكون طرفها الجيش الوطني الشعبي وأطرف أخرى من داخل الجزائر لا يهم أن تكون المهم أن تكون الحرب مشتعلة وكان رهانه في سقوط الدولة الجزائرية في التسعينات في تلك الحرب ولكن بفضل الله تعالى وبفضل الرجال الذين شمروا على سواعدهم تم إنقاذ الجزائر مما كانوا يحاكلها بالمختصر المفيد أن المؤسسة العسكرية مستهدفة وأن ما يحدث الآن سيتصاعد وأن الأدوات التي تركت كل الأشياء وتستهدف المؤسسة العسكرية تحت مزاعم الدولة المدنية تحت مزاعم تدخل الجيش في الحكم وتحت كذا واستهداف جيرالات بعينهم بسبب ملفات فساد مزعومة وهناك ملفات فساد حقيقية حقيقية ملفات فساد حقيقية كل ذلك يجري حتى أن البعض يتساءل كيف يعني واحد شخص تجده مشرد هنا حتى بيت ما عندوش حتى ويني بات ما عندوش لا يملك حتى ويني بات وجيه ملفات ثقيلة تخص تخص المؤسسة العسكرية من الداخل الداخل كيف جاتوا؟ أنا أجزم لك أن هذه أدوات أصلا داخل المؤسسة العسكرية أو أن أدوات أخرى في الخارج تعمل من أجل خلخلة الثقة بين المواطن وجيشه بخذ النظر عن النقائس التي تأتي من الجيش أو النقائس التي تأتي من الشهرة أن الصدام بين المواطن وجيشه لن يقدم شيئا ولن يؤخر لأنه إذا وصلنا إلى مرحلة الصدام سيوهمون المواطنين أنهم يحمونه وأنهم معهم وأنهم أصدقاءهم وكذا وسيدفعون عنهم وعندما يزجون بهم في حرب بعد ذلك يستعملون قضيتهم كما يريدون كما يريدون وللأسف هذا يحدث إن وجد في الشارع من يفكرون بطريقة غير منطقية والجيش أيضا يكون له قادة فاسدين لا يفكرون بمنطق مثل ما حدث في سوريا سوريا كان بالإمكان الجيش أنذاك أن ينقذ سوريا وينهي حكم الأسد بأي طريقة كانت وينقذ البلاد مما يحاكوا لها ولكن للأسف كما قلت الجيش تحول إلى عصابة طائفية عصابة عائلية فضحى بجيش مؤسسة كاملة من أجل أطماع شخص وهذا في كل بلد يتغير الأمر بشكل آخر وبصورة أخرى ومن يشهده في ليبيا وما شاهدناه وكاد أن يحدث في مصر وما زال يجري المخطط أن يحدث في مصر من صراع حرب أهلية تدمر هذا البلد الكبير ما زال قائما إذن إخواني الكرام أيها الجزائريون حافظوا على الثقة بينكم وبين عسكركم وناشد الجزائريين ألا يتبعوا هذه المخططات فهي مخططات جهنمية ستأخذكم إلى مستنقع وبعد ذلك يتركونكم تخرقون ولن يمد لكم أياد النجدة أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية فأقول عليهم وأقول لقادتهم عليهم أن ينتبهوا كثيرا وأن لا يغطروا أو أن يغضوا الطرف عن خطورة هذه المرحلة فهناك مخططات تريد أن تستهدف المؤسسة العسكرية من داخلها عبر أدوات أدوات ولاؤها إلى جهات خارج هذا الجيش وأيضا من خلال استدراجه للوقوع في أخطاء على المؤسسة العسكرية أن تدرس جيدا كل ما تقوم به وعلى المؤسسة العسكرية أيضا أن تعمل على استعادة ثقة المواطن في جيشه وعلى الجيش أيضا أن لا يكون بيدقا لأدوات تزعزع ثقته في مؤسستها العسكرية فعندما يتحارب الجيش والشعب فإن الخاسر هو الشعب والجيش والوطن والرابح الوحيد هو الذي خارج الحدود شكرا لكم إخواني الكرام للحديث ما زال بقية هناك الكثير من التفاصيل الوقت غير كافي وأنا أطلت عليكم أعذروني ألقاكم إن شاء الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونسأل الله تعالى الحفظ لأوطاني سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر